اسمحوا لي أن أعطيكم بس إحاطة موقزة عن الإحداث التي أدت إلى اتخاذ هذه القرارات لقد حاول البنك المركزي اليمني أن يتعامل بمسؤولية منذ نقل في عام 2016 لإدراكه بأهمية القطاع المصرفي والتعامل معه بحيادية وفقاً لأحكام القانون البنك المركزي وقوانين البنوك التقارية والإسلامية والقوانين التي تحكم النشاط الاقتصادي برمته البنك المركزي صبر على كثير من التجاوزات والاستفزازات والانتهاكات لعل الطرف الآخر يسمع لنصف محبيه وهم كثير كانوا خاصة في المجتمع الدولي ويوفر الحد الأدنى من الظروف الملائمة لعمل قطاع المصرفي للأسف المليشيات تقاوزت كل الخطوط الحمر التي لا يمكن السكوت عليها والتي باتت تهدد الاقتصاد الوطني والنظام المصرفي بكاملة وتهدد أيضاً تعاملاتنا مع العالم خاصة مع تصنيف الجماعة جمعاء إرهابية أولاً من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وثانياً من قبل الحكومة الأسترالية والمؤشرات توحي أن هناك أيضاً تصنيفات من قبل تجمعات والدول في مختلف القارة طبعاً هذا الوضع خلق واقعاً صعباً للقطاع المصرفي اليمني برمته وليس للبنوك فقط التي تقع تحت سيطرات المليشيات مما حتى مع البنك المركزي التحرك للمحافظة على الحد الأدنى من المعايير المصرفية التي يقبل موقبها العالم التعامل مع أي بلد وليس مع اليمن قطر لقد أصد البنك المركزي اليمني ووثق أكثر من عشرين انتهاكاً ارتكفتها المليشيات بحق القطاع المصرفي أوردنا بعضاً منها في ورقة ستوزع عليكم بعد الإحاطة وبعد المؤتمر الصحفي ولكن لا يضر أن نذكر أهم هذه الانتهاكات التي سرعت باتخاذ بعض القرارات وحتى متع البنك المركزي التحرك وإصدار قرار نقل البنوك ومراكز أعمالها إلى العاصمة المعقة عدن كم حاولة لإنقاذ تلك البنوك ومن انهيارها مع تأكيدنا على الآتي أن هذا القرار قرار يمني سيالي وقرار ذو طابع نقدي ومصرفي وليس له أي صلاة بالوضع الاقليمي أو الدولي كما يدعي الحوثيون وليس له داخل بحرب غزة والشعب اليمني كله وبأكمل يقف مع غزة ومع مقاومة الاحتلال البشع وهو موقف رسمي وشعبي لا كما يفعل الحوثي باستغلال القضية العادلة بالتبرير أهداف الانتهازية الحوثيين هم من بدأ بتسيس القطاع المصرفي واختراق كل المعايير والقوانين وذلك أولا بتقميد ومصادرة حسابات المواطنين وهي بالآلاف ممن يتهمونهم أو يعتقدون أنهم يقفون ضد سياساتهم وضد قمعهم ثانيا منعوا تداول العملة الوطنية من الطبع القديدة وبذلك قسموا البلد وشطروا الاقتصاد وخلقوا واقعا مريلا على كان منه كافة الشعب اليمني والأكثر معانا من يقعون تحت سيطرة الماليشيات قطعوا المرتبات خلقوا ركودا اقتصاديا داخل المناطق التي سيطرون عليها فرضوا سعر الصرف وهمي لنهب مدخرات المواطنين وتحويلهم بسعر الصرف يقل عن سعر الصرف الحقيقي الذي تحدده وتفرض العامل الاقتصادية أصدروا قانون ما يسمى بتحريم المعاملات التربوية وحولوا ودايع المواطنين إلى حسابات قارية أيضا ممنوع سحبها مما أثقل المواطنين مدخراتهم وعرض القطاع المصرفي كاملا للانهيار وخاصة البنوكة التقارية هذا التحريف أو التخريف المتخلف الذي يسموه قانون تحريم المعاملات الربوية أطاح بكامل منظومة القوانين والتشريعات الذي تنظم عمل القطاع المصرفي والنشاط الاقتصادي كاملا ومنها قانون البنك المركزي قوانين البنوكة التقارية والإسلامية قانون التقارة القوانين الأخرى التي تنظم النشاط الاقتصادي أخطر تلك التقاوزات والانتهاكات الإقدام على الصك عملة مزورة بواسط كيان غير شرعي وغير قانوني وإنزالها للتداول وهنا بات محتمن تدخل البنك المركزي بوضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولقي قرار البنك المركزي تفاهما ودعما إقليميا ودوليا وفي المقدمة من كل المنظمات المالية الدولية ومنظمات مكحبات تأسير الأموال وثمي الإرهاب يتباك الحوثي على الشعب اليمني الذقلان وخداء فهو من تسبب معاناة اليمنين أولا بنهب مدخراتهم في البنوك وثانيا من منع تداول العملة منع تداول العملة أحرم عشرات الآلاف من الموظفين الذين كانوا يعملون في مناطق سيطرس الحوثي من الملتبات التي كانت تدفعها الحكومة وخاصة في قطاع التعليم قطاع التعليم العالي القضاء والصحة ثالثا ضرب موانئة النقط ووقف التصدير وبمنع الغاز المنزلي واستبداله بالغاز الإيراني وما تلاه من معاناة ليس آخرها ما حدث في عدن من إخراج المرضى من غرف الإنعاش إلى باحة المستشفيات وعلى صفة الشوارع ليموتوا من الحر بسبب انقطاع الكهرباء لانقطاع الوقود بسبب الحرب التي شنها الحوثي على موارد البلد الاقتصادية لا أريد أن أطير أو استرسل هناك سلسلة من الانتهاكات وسلسلة من التداعيات وسلسلة من الآثار التي دادت من معاناة الشعب اليمني ليس أقلها ارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من 85 أو 87% منهم 21 مليون بحاجة إلى الغذاء بساعدة الغذاء لكن قبل أن نفتح المقال للأسئلة والحوار نريد التأكيد مرة أخرى هذا القرار سيادي وقرار البنك المركزي وليس له وصلة بأي أحداث أو قهات كانت محلية أو إقليمية أو دولية وأن البنك المركزي يعمل وفقا للقانون وليس وفقا للتوقيهات والتوقهات وهذه السياسة تابتة ومعلنة وآخرها ما نشر من إعلان قبل يومين بسبب شائعة الحاويات التي تخرج من مطابق الحوثي وللأسف وللأسف تدول في مناطق الشرعية وخاصة في المواقع والمواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع وسائل الإعلام هنا في عدن ثانيا نحن مهضون في تنفيذ القرار بكل مراحلة وفقا للخطة المقرة ثالثا نحن ممتحون للحوار للوصول إلى حلول لكل الإشكالات التي تعيض بطاع العمل المصرفي في اليمن وتضمن عمله بحياد وفقا للقوانين وتحترق آبة البنك المركزي اليمني وقد أبلغنا موقفنا هذا لمن تواصل معنا وكذلك لمن حاول أن يتفادى تنفيذ المراحل المختلفة للقرار خلال الفترة التي كانت ممنوحة للبنوك لتوفيق أوضاعها نقطة هامة وأخيرة لا نريد الهدف من إصدار هذا القرار أن ينحرف عن مساره أو أن يستغل من قبل البعض تصفية حسابات مع هذه البنوك التي شملتها القائمة البنوك هذه هي أكبر البنوك العاملة في اليمن ولم ترتكب أي مخالفة تعلق بقرائم غسل الأموال أو ترميل الإرهاب وإلا سيتم إغلاقها فورا ولكنها خضعت لضغوطات جماعة مصنفة إرهابيا وفشلت في توفيق أوضاعها خلال الفترة المحددة بموقع بقرار البنك المركزي ومطلبات المرحلة ومنعتها عن تفهيذ الإقراءات المنظمة للتحويلات والتعاملات المحلية والدولية هناك بعض الإقراءات التي قام بها المركزي منها نظام الحساب الموحدة الأيبان الذي سهلت عاملة المواطنين في كل مع اليمن والعالم وفي كل المراحل ويضبط العملية أيضا وأيضا استفادت القطاع المصرفي اليمني من منصة بناء وهي منصة لتسوية المدفوعات الإلكترونية بين الدول العربية ومقرها صندوق النقد العربي في أبوظبي ولا تخضع لا للسياسات ولا للدول ولا أي شيء إنما تخضع لمعايير المصرفية الحوثي منع هذه البنوك وقد كانت قطعت شوطان كبيرا في الإعداد في الاشتراك بالمنصة أو في الإعداد لتنفيذ الرقم الموحد للمدفوعات وهو أيبان صبر البنك المركزي كان صبرا تفاديا لأي إقراءات تعقد المشهد وتربك عمل القطاع وتزيد من معاناة المواطنين لكن موقف البنك فهم من أطراف الآخر على أنه ضعف فتمادى إلى حدود لا يمكن السكت عليها ولهذا كانت القرارات لا نلغب في التصعيد ولا في التعقيد ولكن لن نسمح باختراق المعايير وتقاوز الخطوط الحمر فيما يتعلق بعمل القطاع المصرفي وعلاقتنا المالية مع العالم وبما ينعكس سلبا على حركة المواطنين وتحويلاتهم ومصالحهم أولا التداعيات سواء الدولية أو الإقليمية نحن في حوار دائم مع العالم كله وآخر حوار كان مش آخر حوار من الحوارات كانت المنظمة الدولية موجودة في عمان وأيضا كل السفراء خاصة سفراء الدول الخمس وبقية الاتحاد الأوروبي وكذلك السفراء الإقليميين القرار يحظى بتأييد كامل ربما عكس الماضي الماضي كان هناك بعض الفيتو على البنك المركزي لأنه كان يعتقدوا أن مجلس إدارة البنك شكل خارق القانون أو مخالف القانون وبعض الممارسات التي فردتها المرحلة أو ربما المرحلة لم تساعد الإدارة المختلفة في تصيح بعض الممارسات الآن البنك المركزي يحظى باحترام وتقدير كامل من جميع المنظمات ومن جميع البنوك المراسلة بل أن الفيدرالي الأمريكي أي بنك يمني يريد يتعامل مع الخارج أو تحويل ضروري يحصل على شهادة من البنك المركزي اليمني أن هذا البنك يعمل ويطبق المعايير الدولية كلها وبهذا أعتقد لا مشكلة لدينا مع المجتمع الدولي سواء دول أو منظمات وخاصة المنظمات التي تهتم بالقطاعات المصرفية والمالية كالبنك الدولي والصندوق النقد الدولي والمنظمات التي تهتم بتطبيق المعايير معايير الاجتزام بمكافة غسيلة وموالة وميرهاب نحن على التوافق كامل معها وأيضا لم نتلقى أي اعتراض فقط الاعتراض أو الاعتراض أو الطلبات التي تلقيناها هذا القرار يحضر بدعم كامل ونحن معكم فيه لكن أعطونا فرصة لنتحدث مع القانب الآخر حتى لا يستمر التصعيد وربما يقهد كثير من المبادرات وصلوا إلى طريق مسدود ونحن اتخذنا قرارتنا نحن نمضي بخطة ثابتة ومقدولة ومبرمجة متى ما وصلت مدى أي إقراء عمل بغض النظر مصلحتنا الوطنية أو لا من أي اعتراض أو لا من أي اعتبار الطبعات صحيحة لا يوجد طبعات في المناطق المحررة سواء 2 مليون ونصف ريال موجودة في مارب في أحد البنوك نعملنا ماسح قبل فترة يمكن قبل شهر ربما هناك بعض المبالغ مع بعض الصرافين هي خارج النظام ليس المسقلة في النظام لا في الأنظمة الموجودة للصرافين ولا في الأنظمة البنوك الطبعة الموجودة في صنع لكن هذه الطبعة انتهت اتهالكت استهلكت وصبحت تمثل عبء على صحة المواطن ويضا لم يعد حتى يستطيع أنه بالعد اصبحت وزن وزن يعني فعمرها الافتراضي 18 شهر بالاستخدام اليمني لكن الآن تقاوزت 9 سنوات بعض الطبعات آخر الطبعة يمكن من 2017 أو 2016 يعني انتهت الذي كانت 400 مليار ريال الطبعة التي هي من الطبعة القديمة التي طبعت من قبل المركز المركزي في عدن المودعين نحن نطمن جميع المودعين نحن قلنا تستمر هذه البنوك نحن منعناها منعنا التعامل معها مع الصرافين والبنوك الأخرى لكن عملها مستمر لأنها أيضا تقدم خدمات للمودعين وهناك مودعين لهم أموال لها التزامات وعليها التزامات نحن قلنا هذه البنوك من أكبر البنوك ومن أكثرها ملاءة ايتمانية عندهم بعضهم عندهم في البنك المركزي من أكثر من مئات مليار تفوق ودايع المودعين الآخرين لديهم نحن نطمن جميع المودعين البنك المركزي فيما يختص مناطق المحررة ضامن هذه الأموال هذه الودايع ولا هلع ولا يقود أنهم يركضوا إلى البنوك لسحبها هناك قراءات البنك المركزي يضمن هذه الودايع ومتى ما أريد صاحب الوديعة سحب وديعته سوف يحصل عليها بكل سهولة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر